يا مساء الخير وأهلا وسهلا بكل أهلوية بيتابعونا ويبدعوا عنا حلقة جديدة من السادسة تحياتي لحضراتكم تحت عنوان المطاردة ما زالت مستمرة يلتقي اليوم طبعا الأهلي مع اسموحة لقاء المطاردة ليه بقول لحضراتكم كده لأن الحقيقة يمكن الأهلي ما زال يبحث عن صدارة شرعية لجدول ترتيب بطولة الدولي وما زال يطارد الزمالك وبيرامدز اللي بيحتلوا المركز الأول والتاني على التوالي رغم أن الأهلي يتبقى لي أربع مباريات مؤجلة أو أربع مباريات من ضمنها مباريات النهاردة اللي لسه ملعبنا هاش الزمالك في الصدارة برصيد 51 نقطة بيفصلنا عنه سبع نقاط لو أضفنا عليهم الـ 14 أو الـ 16 أو الـ 12 نقطة اللي الأهلي إن شاء الله بإذن الله أخذهم من مطشط المؤجلة ده معناه أن احنا نتصدر جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن الزمالك المتصدر الحالي وبالتالي الأهلي يطارد الزمالك وبيرامدز سعيا للوصول إلى صدارة الترتيب لكن على النحية الثانية الحقيقة اللي زاد من إصارة مباراة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هي فكرة نتيجة مباراة طلاع الجيش مع فيوتشر طلاع الجيش وفيوتشر والسموحة الفانية للعب النهاردة بيحتلوا المركز الرابع والخامس والسادس على التوالي لكن نهاردة واحد من الدوافع اللي يمكن هتزود شوية من صعوبة المباراة أنه سموحة بيسعى إلى حصد التلات نقاط بالنسبة له التلات نقاط دول يفرقوا معاه كتير جدا ويدخلوا مربع دهبي مع الأهلي ومع الزمالك وبيرامدز لأنه المنافسة على دخول المربع الدهبي كانت أو بقت محصورة بشكل كبير جدا بين التلات فرق دول فيوتشر تسعة وتلاتين نقطة سموحة لعب مباراة أقل وعنده ستة وتلاتين نقطة ومعاهم طبعا طلاع الجيش وبالتالي الأهلي يطارد زمالك وبيرامدز وسموحة يطارد فيوتشر ولكن في النهاية الحقيقة تبقى بعيدا عن حسابات النقط وحسابات الترتيب في جدول الدولي تبقى الحقيقة مباراة الأهلي وسموحة واحدة من المطشاط اللي فيها كور لأن الفرق تل حقيقة عندهم جهازين فنيين حقيقة سواء طبعا كابتن سامي أمصان اللي أدى في ظروف استثنائية وصعبة جدا المطشاط هي الأصعب يمكن في مسابقة الدولي والكاس من حظه طبعا أنه جاء في مواجهة بعد رحيل مستر موسيماني اللي بدين ليه فضل كبير وهقول لحضراتكم ليه لكن كابتن سامي أمصان تولى مسؤولية بعد رحيل مستر موسيماني وكان عنده مواجهات صعبة يمكن تكون الأصعب على مدار الموسم تتكلم على الزمالك وتتكلم على وطبعا مبارات القمة واحدة من أصعب المطشاط تتكلم على بيرمز اللي جاهز أو اللي كان جاهز لمواجهتنا في دول التمانية في كاس مصر القديم أو نسخة القديمة بتاعت الموسم اللي فات بفول سكوات تقريبا في حين أن أنت كنت بتعاني من نقص عنيف جدا وجديد جدا ورغم كده قدر الحقيقة مش بس الحقيقة كابتن سامي أنه يحقق نتائج مرضية لجماهير نادي الأهلي لكن كمان قدر أو حسنا معاه أنه كرف الفريق سنة بسنة ودرجة بدرجة بيعلى وده يمكن يصب في مصلحتنا النهاردة يعني الأصعب دينا نتخطاه بسهولة النهاردة إن شاء الله تكون المباراة أسهل نسبيا وعتقد كمان أنه اللي يدي أو يزود شوية من نسبة الاتمقنان بالنسبة لنا هي فكرة الحالة المعنوية كل يوم عن التاني وكل مباراة عن التاني أعتقد أنه الحالة المعنوية والدوافة عند اللعيبة اللي تقدر تقول أنها فائت في الفترة الأخيرة حتى رغم الغيابات في أحسن أحوالها ونتمنى إن شاء الله أنه ده يترجم النهاردة بمناسبة